تجربة ثورية يعني ملهمة جدا فتجربتين مختلفتين بس نبتدي تقولولنا النهاردة احساسكو وحصل ايه في البرلمان مش رئيس الاول لا لا ما ديه فهاش رئيسة ولا حاجة هو هنا رئيس البرلمان بتاع ناس بك اكثر شبابا مني وبالتالي انت رئيس الاولوية باعتبارك زعيم الشباب احنا ببرلمان ناس هنا برلمان ناس بك واحنا لسه شباب صغيرين كنا بنشوف المناضر ابو العز الحريري كان نموذج لنا كلنا وكان نفس الواحد يخش يمارس الدور ده في البرلمان يعني متعلمين منه ولكن حرمنا منه طول السنوات اللي فاتت انا انا يعني قبل قيام الصورة كنت ارى نفسي مرشحا فقط لدخول السجن اما تقول البرلمان ده مسألة جديدة مرشحا لدخول السجن انا بعتبر اللي حصل النهاردة والبرلمان دوت والتكوين دوت انا بعتبر ان انا والاستاذ ابو العز الحريري ننطلق من منطلق واحد السرعة والجو العام في البلد ومش اقول انفلات الامنة لما فيش انفلات امنة في انفلات سياسية او ادى ان المسائل ما كانش كما نحب وانا اشتهي لكن انا الاوان عموان مسألة الانتخابات خلصت انا الاوان ان ينصالح كل شيء وان يلتأم الامة كلها داخل البرلمان يلتأم نواب الامة داخل هذا البرلمان وده اللي انا لمس واعتقد استاذ ابو العز يلمسه ايضا ان في ميل عام عند الجميع ان اهدف الصورة المصرية والوفاء لدماء الشهداء بتدفعنا جميعا لتبني موقف واحد وهو بناء هذا الوطن الذي يحرم 40 سنة حرمان 40 سنة من الظلم والنهب والاستغلال والاستبداد جميعا شايف النهاردة في عيون زملائي جميعا ميل الى ان يكون هذا البرلمان برلمان بناء الصورة برلمان ما حدش فينا هيقدر يفرض رأيه انما اعتقد الناس من حوالينا اللي كانوا حوالينا المجلس وكل ما دخله هم الله يفرضوا علينا جدوالهم وبرنامجهم واهدفهم كممكن الواحد يفكر في ابداعات خاصة او ابداعات تخص افكاره الخاصة لكن هذا الطرف انا غير ممكن منه نحن قدامنا برنامج وجدوال اعمال خاصة بهذا الوطن كله والناس اللي ملتف اللي قاعدين بيسمعونا الوقتي واللي في البيوت منتظرين اكتمال بقية تنظيمات الصورة احنا تحرمنا قبل هذه الصورة من بناء تنظيماتنا ومؤسستنا احنا منعنا من ان نبني وطن في مؤسسات تقدر تقود وتجير ولذلك جاءت الصورة المصرية اول ما قامت لم يتمكن الصور من تولي مواقع الحكم فتولى اخرون عنهم هذه المهمة وانا اعتبر مؤقتا هذا مؤقتا انا باعتبر ده كلام كده حاجة بتقوله بهدوء مش زي هتفتك في المظاهرات لكن ده كلام خطيئ ما هو قدم في البرنامج بس اقول بقى بصراحة بقى بصراحة يعني صور ما استلموش ثورتهم خالص بالعكس انا باعتبر فيه هذا البرلمان لا يعبر عن الصورة هذا البرلمان لا يعبر عن الصورة كمان لما بيهتف كان بيقعر منه الاف كتيرة اللي هنا كلهم مش هادا كبير اعزا يهتف كده هتفت ممكن للموم والله هم تعملينها مظاهرة انا هنا عمليم مظاهرة هنا يوم 28 يناير لتأسيس ارتحاد المصر لنخابة المستقلة في مدينة انتاج العلاء في مدينة الانتاج تب مستقولولي عشان ايجي معكم هباقول لحضرتي هنعملوها احتجاجية ولا فقوية ولا نعتسم ولا انا معقرب على كلمة فوادي مفيش حاجة اسمها فقوية فيه مطالب مشروعة لشعبنا بيطالب بها احنا عاملين مظاهرة تأسيس وبناء لاحدة اهم منظمات المجتمع اللي المفروض كانت تبقى موجودة وحرمنا منها قبل الثورة وهي النقابات والحمد لله احنا بدأنا في بناءها قبل حتى خيام الثورة بتلات سنين وبنستكمل دالوقتي ومشيين بخطة انا بعتز بها وبعتبرها خطة متسرعة لبناء النقابات اللي هي حضانة الديمقراطية وهي الرعي الأول للمطلب الأساسي في الثورة مطلب العدالة الاجتماعية وهي التي ستستطيع أن تنظم المجتمع من أسفل وتنظم قوى شعبنا العامل والطبقة العاملة تنظموا في نقابات تدافع عن مصالحها بديلا عن أن يتصدى العمال بأنفسهم بصدورهم العريانة للسلطة أي سلطة لا النقابات تدافع وتطالب وتحاور ثم إذا ما تعزر الأمر يعني يبقى الإضراب ده آخر سلاح تستخدمه الطبقة العاملة النهاردة أول حاجة بتستخدمها الطبقة العاملة المصرية هو الإضراب أول حاجة الإضراب بتبدأ بالإضراب تطلب التفاوض عن طريق الإضراب يعني الإضراب من أجل التفاوض في كل بلاد العالم أما بيتعذر التفاوض وبيصل لدرجات الناس بتتفاوض وإن تضرب إحنا عندنا بنضرب لأن فعلا قنوات قنوات مسدودة ومقفولة هي مفتوحة فقط أو كانت مفتوحة ولا زالت مفتوحة للأسرياء وأما الأغلبية العظمى من شعبنا أنتوا بتقولوا عليهم فقوية وبتقولوا عليهم ألفاظ يعني ده حقهم المشروع اللي تنابوا مس فقوية مس ألفاظ يعني ألفاظ كويس لا أنا باعتبرها لا أنا باعتبرها فقا يعني فقا لها ناس ليهم حق مشروع في صروة بلدهم زيهم زي أي فقا في المجتمع ليهم حق هيخدوه اتحرموا منه أنا عارف مش ياخدوه اللي اتحرموا منه 40 سنة مش ياخدوه في لحظة مجرد أن يطلبوا لا دي محتاجة حاجات كتيرة منها بناء مؤسسات ناديت زي بناء النخبات وأيضا البرلمان ووجود نواب بحترامين زي الأستاذ أبو العز وغيره من السادة النواب أعتقد ده على طريق استكمال أهداف الصورة وأول مطلب للصورة البعد الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية ويجعل الناس استريح وتستقر وتشتغل وتنتج من غير أن يتحقق هذا هذا البعد في الصورة محدش يجيسألنا لا يفضلش لحد الوقت واحد ياخد 50 جنيه وده لسه سامع مبارح 50 جنيه نسبة 50 جنيه وكان قدام الأستاذ أبو العز كان هذا في الأسكندرية في الأسكندرية بيشتغل في نسبة الشغل بـ 50 جنيه في 50 جنيه في 50 جنيه وفي ناس بتاخد 2 مليون جنيه طبعا نحن عارفين أن أغلب المتولين مواقع المسئولية في البلد دلوقتي من أصحاب الدخول المليونية وعشان كده مؤخرين صدور ده أنا أعتقد البرلمان المفهود أن يساعد على سرعة إنجاز العنوان اللي بيتكتب في الجرائد وبيتقال في البرامج وما بيتنفس البرلمان يجب أن يكون بيقيدين أحنا وبإدين النواب الشرفاء التنفيذ هذا حضرتك ربت من السؤال هرجعلك بي تاني مش حنسى أنا قلتلك أول جلسة ودي أول جلسة بالنسبة لك فهنروح بقى لأستاذنا وهرجعلك تاني برضو لأن دي أول جلسة بالنسبة لك في الفرلمان أنت قلت كنت بترشح للسجن ما أعلمش أني بترشح للبرلمان النائب القديم العظيم الجديد شكرا يعني وفي نائب كمان شرفنا أيضا أستاذ أنا شايفه أستاذ محمد أبو حامد أحمدك يا رب مش مصدق كل مرة يقول جاي وما يجيش يا جماعة إزايك أفن إزايك أفن إزايك سعادة الناي مبروك 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 اتفضل يا فن إزايك أفن أنا يعني مش مصدقة إزاي حظك بخير الحمد لله أنا وعدتكو حيكون عندنا برلمان النهاردة برلمان ناس بوك برلمان قوي جدا يعني في كل نوابنا الشرفاء أهلا وسهلا سعادة الناي نواب ناشتقامة أنا عايز أقول كده ما عندهاش التواء ولا بتلبف ولا الضبور